الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا الدرس من هذه الدورة العلمية المباركة دورة أحسن القصص ونلقي الضوء على جانب مهم من جوانب القصص القرآني ألا وهو تأثير القصص في الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية وكنا قد تناولنا في الدرس السابق يعني العدد من الأحكام في قصة يوسف عليه السلام ونستأنف في هذا الدرس من قطع من الأحكام أو ما ابتدأنا من الأحكام ونكمل ما ابتدأنا فيه لبيان بعض المقاصد الفقهية أو المقاصد الشرعية أو الأحكام الشرعية المستفادة من القصص القرآني في سورة الرعت قال الله تعالى وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاكِمْ وأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيذُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَاءُ وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يقص علين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات عدد من دلائل قدرته وآيات عظمته سبحانه وتعالى وهذا دأب القرآن الكريم أن يقص القصص ويبين في ثنايا القصة يعني الأدل على عظيم قدرته سبحانه وأنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد وأن قدرته سبحانه وتعالى مطلقة وأن علمه محيط بكل شيء فقال في هذه الآيات الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد طبعا المستفاد من القصة اللي هي الآيات الكونية يمتعلق بالأحكام الاعتقادية وطبعا هذه من أعظم مقاصد القرآن تثبيت وترسيخ الإيمان إلا أننا نركز على الجانب الفقهي والأحكام الشرعية التي استفادها فقهاء المذاهب المختلفة من تلك القصص أو من تلك الآيات التي يحتوذ على القصة القرآنية ففي قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد قال الفقهاء يعني وعلى رأسهم مالك والشافعي أنه يستفاد من هذه الآية أمر الفقهية مهما على أن الحامل تحيض طيب يعني طبعا الفقهاء لهم آراء متعددة وكتب مختلفة في مسألة الحيض معظم الفقهاء يقولون على أن الدم النازل عند الحامل لا يعتبر حيضا إلا أن المالكين يقولون بأن الحامل قد تحيض وهذا هو المعتمد من مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد قولي الشافعي طبعا جمعنا الفقهاء قالوا الحامل لا تحيض يعني من التابعين عطاء والشعبي ومن الأئمة الأربعة هو مذهب الإمام بحنيفة وقال ابن عباس في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام الرحم يكون حامل يحصل أنه غيض أو أنه حيض إذن فيه إشارة على أن الحامل تحيض وهو دليل للفقهاء الذين قالوا إن الحامل قد تحيض وما تغيض الأرحام وما تزداد إذن يعني القول بأن الحبلة أو الحامل تحيض قول معتبر عند الفقهاء دليله هذه الآية وهو مروع عن السيدة عائشة أم المؤمنين وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حيضنا أن يتركنا الصلاة يعني كانت المرأة الحامل إذا نزل عندها دم كانت عائشة رضا لعنا ترى أن ذلك حيض ويجب على الحائط طبعا أن تترك الصلاة والصحابة عندما كانت عائشة تفتي بذلك كانوا موجودين ومتوافرين ولم ينكر أحد من الصحابة على السيدة عائشة فقال الفقهاء صار هذا كالإجمع إذن هذه الآية فيه دلال على أن الحامل قد تحيض وهو مذهب معتبر وقد ذكر الفقهاء أو يعني ذكر المفسرون على أن الرجلين تنازعا في ولد كل واحد قال هذا ولد يعني كان رجل متزوج بامرأة وطلق وتزوج بها آخر فكل ندعى أن هذا المولود له فرفعت هذه المسألة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عرضه على القافة والقافة نوع من الجماعة من الناس لهم مقدرة على تمييز النسب يعني بالاستدلال على شكل الإنسان ولونه وصفاته فتسمى القيافة القيافة إذا جاءوا بولد وعدد من الرجال فهم يستطيعون أن ينسبوا بالشكل والشبه ذلك المولود إلى أحد الحاضرين عرضه عليهم القافة الحقوه بأحدهما يعني فالحقوه بهما ما بأحدهما بل القافة قالوا هو للإثنين معا طبعا هذا كلام مشكل كيف يكون ولد لرجلين معا فسيدنا عمر مرضي بذلك سأل نسوة من قريش فقال انظرنا ما شأن هذا الولد وطبعا دائما المسألة التي تختص بشؤون النساء كالحيض وانتهاء العدة يعني يقبل فيها في الشهادة قول النساء وهذا حكم طبعا متفق عليه الفقهاء فسيدنا عمر حول هذه المسألة إلى النساء ومن قريش لأن قريش كان يعني نسوة قريش كان لهن ذكاء ومعرفة بتلك الأمور فقال لهن انظرنا ما شأن هذا الولد فقالوا ان الأول خلا بها وخلاها فحاضت وهي حامل فظنت أن عدتها انقضت نعطيها هذه كانت يعني أما لأن الأما إذا بيعت وحاضت يجوز لسيدها الثاني أن يطأها فقال يعني النسوة يعني إن الأول خلا بها وحملت منه فحاضت على الحمل فظنت أن عدتها قد انقضت فدخل بها الثاني فانتعش الولد بماء الثاني فقال عمر الله أكبر والحقه بالأول معته هو للأول من الرجلين يعني معناها الرجل الأول كانت عنده الأما حاملت منه وباعها للثاني فحاضت وهي حامل ودخل بها الثاني فانتعش الولد بماء الثاني يعني والحوق طيب فعل عمر عليه السلام أكبر دليل على فتوى عيشة لأن عمر لم يقل إن الحامل لا تحيض فوافق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني السيدة عيشة على أن الحامل تحيض وألحق الولد بالرجل الأول بالسيدة الأول بأنها حملت من الأول ثم باعها فحاضت فظنت أنها غير حامل فدخل بها الثاني فإذن لأن كل الرجلين يدعي أن الولد له والولد كما جاء في الكصة كان يشبه الرجلين معا فإذن هذه الآية فيها دليل على أن الحامل قد تحيض طيب وما توجد الأرحام وما تزداد طبعا الغالب من حمل النساء على أنه تسعة أشهر لكنه قد يعني تزيد مدة الحمل أو قد تنقص طبعا أدنى أمد للحمل هو ستة أشهر كما قال الفقهاء لكن أقصى أمد الحمل اختلف فيه الفقهاء بعضهم قال ثلاث سنوات وعضهم قال أربع وهو معتمد المالكي وفي المالكية قوة الأخر بأنه خمس يعني قد يظل الجنين في بطمه أكثر من تسعة أشهر وتليده المرأة بعد ذلك وهذه الآية دليل عليها وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إذن الحامل قد يزداد عندها الحمل والدليل هذه الآية ومالك نفسه إمام النثب المالكي قال عن نفسه أن أمه قد حمل به ثلاث سنوات وذلك كان مميزا أي تأخر حمل مالك في بطمه إلى ثلاث سنوات إذن هذه الآية فيها دليل على أن الحامل قد تضع حملها لآقل من تسعة أشهر كستة سبتة سبعة تمانية تسعة وأكثر أوصله البعض الفقهاء إلى خمس سنوات طيب في سورة الحجر قال الله تعالى قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم السلطان إلا من اتبعك من الغوين طبعا قصة حوار إبليس مع رب العزة سبحانه وتعالى تكررت في عدد من السور إذا ابتدت من سورة البقرة وفي سورة العراف تكررت هذه القصة وهنا في سورة الحجر يعني جاء حوار طويل بين رب العزة الحق سبحانه وتعالى وبين إبليس قال يا إبليس ما لك لا تجد يعني عندما أمره بأن يسجد لآدم عليه السلام امتنع طبعا السيود أبا أن يسجد فقال خاطبه الحق قال يا إبليس ما لك لا تكون مع السجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلق طبعا السلسال إلى أن قال يعني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا موضع نستفيد منه حكم شرع بعض قليل والموضع الآخر قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاويين إذن الآيتين الأخيرتين قال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا استثناء إلا عبادك منهم المخلصين ونوع هذا الاستثناء أنه استثناء القليل من الكثير يعني في هذه الآيات فيه استثناء للقليل من الكثير أنه سيغوي من في الأرض ولذلك أكثر من في الأرض ليسوا بمسلمين ويعني كما أخبر الحصو تعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون إذن إلا عبادك منهم المخلصين هذه الآية فيها ما يفيد جواز استثناء القليل من الكثير وطبعا الفقهة ما اختلفوا في ذلك لكن اختلف الفقهة في مواضع متعددة هل يجوز أن نستثني الكثير من القليل هذه الآية فيها شاهد لذلك أين الشاهد قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي وهم عباد الله تعالى ليس لك عليه السلطان هذا هو الكثير إلا من اتبعك من الغاوين إذن هذه الآية دلت على جواز استثناء الكثير من القليل والقليل من الكثير وهذا هو المذهب المعتمد طبعا الاستثناء يعني ما فائدته قد يكون ما فائده لا الاستثناء يدخل في أبواب متعددة في الفقه يعني عندنا الاستثناء يدخل معناه من باب اليمين إذا حلف الرجل على شيء واستثنى منه شيء فهذا الشيء استثنى يخرج منه وكذلك في باب الطلق وفي باب يعني باب المعاملات وبل حتى يدخل في القضاء يدخل في الاعتراف وفي الإقرار يعني إذا أقرى الرجل بمال قال هذا الرجل له علي ألف يعني دينار إلا تسعمائة درهم هذا هو الموضع الذي فيه الشاهد يعني إذا أقل إذا استثنى القليل من الكثير يمشي حال إذا قال له علي ألف درهم إلا عشر دراهم هذا بالاتفاق يقبل لكن إذا عكس قال له علي ألف درهم إلا تسعمائة هنا استثنى الكثير من القليل هل يقبل الآية تفيد على جواز استثناء يعني الكثير من القليل إذا استثناء القليل من الكثير جائز والكثير من القليل جائز مثل أن تقول عشرة إلا درهم عشرة إلا درهم هنا استثنائنا القليل اللي هو درهم من العشرة أو تقول عشرة إلا تسعة دراهم استثنائنا الكثير من منها والذي خالف في هذه المسألة هو الإمام حد بن حنبل يعني حيث قال لا يجوز أن يستثني إلا قدر النصف فما دونه أكثر النصف لا يستثنى أما استثناء الأكثر من الجملة فلا يصح يعني الكثير لا يصح من القليل والآية حجة طبعا على جواز ذلك وبها قال المالكية والدليل فيها استثناء الغاوين من العباد والعباد من العباوين وذلك دل على أن استثناء الأقل من الجملة يجوز وستثناء الأكثر من الجملة جائز قول الحق سبحانه وتعالى في صورة الكهف طبعا صورة الكهف يعني من الصور التي احتوت على قصص متعددة قصة أصحاب الكهف وقصة الخضر مع يوسف وقصة ذي القرنين وغيرها من القصص وأصحاب الجنة يعني فيه أربع قصص مهمة جدا فيها عيضات وفيها يعني فوائد كبيرة جدا في جوان متعددة يعني للعالماء وصورة الكهف يعني يسن قراتها كل أسبوع لما فيها من تلك الآيات والحكم والعيضات والفوائد طيب نحن الآن في صدد استخراج الأحكام الشرعي واستفادتها من هذه القصص القرآن في سورة الكهف قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة قوله فكانت لمساكين كلمة مسكين طبعا أهل اللغة وأهل الفخ كمقدم اختلفوا في الفرق بين الفقير والمسكين وطبعا هذه المسألة تعلق بباب الزكاة باب الزكاة يعني من مصارف الزكاة الفقير والمسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين فالواو اللي موجودة تفيد على أن المسكين غير الفقير لأن هذه ثمانية أصناف على رأسهم الفقير ثم المسكين فأيهما أشدوا احتياجا الفقير أم المسكين وطعا في أقوال متعددة طيب عدد كبير العلماء قالوا الفقير أحسن حالا من المسكين وقالوا الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه عنده ما يكفيه لفترة والمالكين قالوا الذي لا يملك قتعامه عنده ما يملك لأنه لا يكفيه لطول السنة لكن بعض ما يكفيه موجود وقالوا المسكين الذي أصلا لا يملك شيئا من الأشياء إذن هذا هو القول الأول وهذا القول المفاد على أن الفقير أحسن حالا من المسكين لأن الفقير له بعض ما يكفيه والمسكين لا شيئا له هذا قول المالكية ومنهم الأحناف وغير من من تابعه آخر قالوا بالعكس وهم الشافعية طيب يحتاجون إلى مكان ليستدلوا عليه بذلك استدلوا بهذه الآية وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هؤلاء مساكين لكنهم يملكون سفينة منهم أحسن حالا من الفقير إذن فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير وهذه الآية حج لهم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أهلاء المساكين يملكون سفينة يعملون بها في البحر لهم يعني والمالك السفينة لا شك أن أحسن حالا من غيره والسفينة ربما تكون كمان ثمنها عالي وغاليد طيب وعددوا ذلك أي أيدوا هذا المعنى بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنه تعوّذ من الفقر في غير حديث بطرق صحيحة كان نفسهم يتعوذ من الفقر وقد ورد في طرق أخرى أن نفسهم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا طيب ويش الحجة في هذه المسألة يعني نفسهم تعوذ من الفقر ثم قال اللهم أحيني مسكينا قالوا فلو كان المسكين أسوأ حالا لو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالا منه إذن هذه حجة تؤيد يعني حقيقة حجة قوية يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر لكنه طلب من الحق أن يحيه مسكينا يدل ذلك يعني ألا يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ هو أسأل تعوذ من الفقر ثم يسأل الله تعالى ما هو أسوأ حالا منه المسكين إذن المسكين على هذا القول أحسن من الفقير ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أحيني مسكينا يعني يملك ما يكفيه بس يعني بعض ما يكفيه و النبي عليه السلام يعني كما ورد استجاب الله لهذه الدعوة فمات و دلعه مرهون عند يهودي إذن هذا الخول بأن المسكين أحسن حال من الفقير له سند قوي وهو واضح أمامنا أما السفينة فكانت لمساكين فالمساكين ملكوا هذه السفينة مع وصف بالمسكنة إذن المسكين أحسن حالا من الفقير واستدل الشافعية بالآية المذكورة و عضد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا و في حديث آخر تعود من الفقر معت المسكين أحسن حالا من الفقير طبعا المسألة فيها أقوال متعددة يعني للفقهاء و غيرهم طبعا الفريق الآخر قالوا لا حجة في ذلك يعني بيقولوا أن السفينة قد تكون كانت مؤجرة و أنهم لا يملكون و غيرهم إما قيل من الأقوال ننتقل إلى بعض الآيات في سورة طه طبعا نحن قصة مريم كذلك فيها العديد من الأحكام و يعني منها يعني أنه يطلب السبب و هذي لك بجزء النقل طبعا لأن الكثير تتكلم على قصة مريم بمزيد يعني من الإضاح لكن و لذلك يعني إحنا يعني ما ألقينا عليها الضوء و انتقلنا إلى سورة طه في قوله تعالى و ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكو عليها و أهش بها على غنمي و لي فيها مآرب أخرى الله تعالى سأل موسى و ما تلك بيمينك يا موسى إذا اكتفى موسى بقول هي عصاي كانت هي إجابة كافية لكن سيدنا موسى عليه السلام يعني أجاب بأكثر مما سئله يعني الحق صلى الله عليه وسلم ما سأله عن وظيفة هذه العصا و ماذا يفعل بها قال و ما تلك ما هي يعني ما الذي بيمينك سيدنا موسى قال هي عصايا أتوكو عليها و أهش بها على غنمي و لي فيها مآرب أخرى إذن قال الفقهاء عند السؤال يجوز أن تجيب بأكثر مما سئلت يعني موسى غير هي عصاي أتوكو عليها أعتمد عليها في السير و أسكو بها الغنم و كمان عندي منافع أخرى غير هذه المنافع طيب في صورة طه كذلك في قول تعالى فقولا له قولا لينا طبعا هذا أمر مطلوب في الأحكام الشرعية أن يعني يكون الأمر المعروف و النيح المنكر فيه نوع من التلطف و لو كان المخاطب يعني له جبروت و ظالم و يعني تجاوز الحدود إلا أنه عندما نخاطبه دائما بالأحكام لا بد أن يكون القطاب قطاب لين إذن في هذه الآية يعني فقولا له قولا لينا هذا أمر لموسى و هارون عليهم السلام أن يخاطبه فرعون بأسلوب مقبول فيه نوع من اللين و اللطف يعني إذن هذه الآية دلت على أن اللين مطلوب في الأمر بالمعروف و أنها المنكر و إن كان يعني مع صاحب القوة و البأس و لو كان يعني الداعي يذكر بذلك و لو كان الداعي علينا نحن دائما نذكر الآخرين بأن يتلطفوا و يلينوا في هذه المسألة المهمة خاصة في هذه الأزمنة التي يعني نعيش فيها لأن الغفلة أصبحت غالبة على الناس فالمسألة تحتاج إلى نوع من اللين و إما يستفاد كذلك من الأحكام التي يذكرونها بها الفقه دائما قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يعني و هذه واصلة طلبة العلم أنهم دائما يحرص على تدوين المعلومات التي يسمعونها إذن لألا تنسى فإذا كان الحقص مع تعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب سيدنا موسى جاب عندما سألوا فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي الله يعلم كلها في كتاب الله كتب علوم الأمم السابقة كتبها عنده و الحقص مع تعالى لا ينسى و الذي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لكن يعني فما الفائدة الفائدة على أن الله تعالى شرع لنا أن ندون العلوم و هو يعني فعل ذلك و مع أنه لا يحتاج إلى التدوين ولا إلى الكتاب من باب أولى من كان شأنه النسيان و الغفلة أن يدون العلوم حتى لا تنسى و تذهب من عقله لأن آفة النسيان و الغلط قد يعني تصيب الإنسان قد إنسان قد لا يحفظ و ما كل الناس يتساون في مسألة الحفظ بعضهم من السماء يحفظ و عدهم يسمع مرات ولا لا يحفظ طيب في قصة يعني كذلك موسى عليه السلام في صورة طه عندما ذهب لمناجعة ربه و رجع و وجد يعني بن إسرائيل قد عبدوا العجل خاطب أخاوه هارون قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري يعني إذن كأن في هذه القصة موسى عليه السلام يعاتب هارون لماذا يا هارون يعني عندما رأيتهم ضلوا ليه ما تتبعتني و نوع من توجيه اللوم إليه لأنه ظن أنه رضية يعني بهم إذن المسألة أنه يجب على الإنسان أن يعمل بالمعروف عنه عن المنكر و أن يغيره و أن يجب أن يفارغهم فإنه إذا أقام بينهم و إذا كان راضيا فحكمه كحكمهم و هذا ما يستفاد من هذه الآية أن الإنسان المقيم بين العصات إذا كان راضيا بما يفعلون و لم يأمرهم بذلك فحكمه كحكمهم و النبع صلى ما جاء يعني جاءت عنه لحادثة التي تفيد ذلك يعني لتأمرنا بالمعروف و لتنهون المنكر أو شكلنا أن يصيبكم بعذاب يعني العذاب إذا نزل يعم الجميع من الآيات في صورة طه قال فاذهف فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس هذا القطاب للسامري السامري الذي يعني صنع العجل لبني إسرائيل و جعلهم يعبدوه سيدنا موسى عندما جاء عقبه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يعني في كل أيام حياتك لك أن تقول لا مساس أي لا أمس ولا أمس يعني دل هذا على أن أهل البدع لابد أن ينفوا و أنهم لابد أن يهجروا و أن لا يخالطوا لأن السامري فعل هذا الفعل المنكر فعقبه موسى بهذا الهجران أنه لا يخالط الناس فلذلك أهل المعاصي و أهل الغفل إن كان لا فائدة من عظتهم و تذكيرهم و حثهم على الرجوع إن كانوا مصرين و مجاهرين و يدعون إلى المعاصي فالمطلوب هو أن نهجرهم لا نخالطهم و لا نقترب منهم لأن شؤم المعصي قد يصيبنا إذن أصل المسألة هذه هي قصة سيدنا موسى مع السامري عندما رجع و غضب عليه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس إذن هذا دليل على هجران أهل البدع و عدم خالطتهم و نفيهم إلى أبعد الأماكن في نهاية سورة طاها في قصة طبعا تكررت مرة أخرى في سورة طاها قصة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام قال تعالى فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى و أنك لا تضمع فيها ولا تضحى طبعا القصة من أولى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى فأكل منها فبدت له سوآتهما و طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة و عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال أهبطى منها جميعا بعضه لبعض عدوه طيب عندما دخل يعني الله آدم أدخل الجنة الحقص و تعالى تكرم عليه و أدخله الجنة في بداية القصة عندما قال الحقص و تعالى فيها فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى يعني آدم عليه السلام قد حذر من إبليس و أن لا يعطيعا إبليس قلنا يا آدم إن هذا عدو لك و لزوجك حذره يا آدم إن هذا عدو لك و لزوجك فلا يخرجنكما يعني أنت و زوجك من الجنة فتشقى هنا ما قال فتشقى إذا خرج آدم من الجنة فإن الشقى ينسب إليه أي الكد والتعب يكون عليه مع أنه يعني الخروج يكون لآدم و زوجته لكن إذا خرج آدم من الجنة فإن الشقى و الكد سيكون عليه طيب استفاد الفقهاء من هذه الآية أن النفق على المرأة تجب على الزوج يعني النفق المقصود بها طبعا الطعام و الشراب و الكسوة و المسكن هذه هي طبعا أركان النفق عند الفقهاء إذا هذه الآيات فيها خطاب لآدم عليه السلام في القصة يعني دخول و خروج من الجنة و عندما نهاه عن لا يطيع إبليس يعني لا تطيعاه فيما يمركم فيخرجكما بمعصيتكما من الجنة طيب إذا خريت من الجنة فلا يخرجنك من الجنة فتشقى ما قال فتشقى يا لا فتشقى أنت آدم إذا خريت من الجنة فيكون عيشك يا آدم من كد يدك في الجنة طبعا ما مطوب أنه أن يكد ولا يتعب لأنه في الجنة يعني طعام و الشراب و الكسكولة يعني كانت من الله تعالى من غير تعب ولا كد إذا إفراد الدمير في قوله تعالى فتشقى دل على اختصاص آدم يعني بذلك الخطاب مع أنه التحذير كان لكليهما فلا يخرجنكما التحذير بالخروج كان لكليهما لكن قال إذا خريت من الجنة فتشقى إذا أفرد ضمير الفاعل يعني إذا هذا يدل على الوجوب والإلزام فثبت بطريق الإيماء من طرق الاستنباط الأحكام الشرعية ثبت وجوب نفقة حواء على آدم وثبت أيضا بطريق مفهوم الموافقة على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا كما جاء في هذه القصة طيب قال تعالى في صورة الأنبياء يعني ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلا طبعا القصة معروفة قصة الخصمين وقد ذكرناها في قصة لكن هنا استفاد في صورة الأنبياء حكم آخر على أن القاضي أو المتهد معذور في اجتهاده لأن سيدنا داود قضى بحكم لكن كان الصواب مع سيدنا سليمان وربنا قال ففهمناها سليمان معناها أن الحق صلى الله عليه وسلم أجد حكم سليمان عليه السلام طيب ما الذي يدل على أنها يعني داود كان معذور ولا تثريب عليه قال ففهمناها سليمان وكلا يعني سليمان وداود آتينا حكما وعلما إذن يدل على أن القضاء والقاضي الذي يحكم بالأحكام معذور في اجتهاده مع أنه لم يصب الصواب إلا أنه معذور طالما اجتهده ولم يصب الصواب و جاءت الحديث الدالة على ذلك في غير موضع من السنة النبوية المطحرة أظن أن اليوم أكتفي إلى هذا المقدار وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا يعني في الأوقات وأن إن شاء الله نلتقي في ختام هذه الدور إن شاء الله في الحلقة القادمة في ختام هذه الحلقة أو خطام هذا الدرس نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن ينفعنا يعني بما سمعنا أن نرزغنا العلم النافع وأن يجعل قلوبنا خاشعة بذكريه سبحانه وتعالى اللهم افتع علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ذا الجلال والإكرام واجعله عملاً خالصاً لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما اجعلته سهلا رب شرح لي صدري يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا لما في رضاك واقطعنا عن كل شيء سواك واملأ قلوبنا من حبك وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدغنا لذة الوصف من فجد فضلك وخذ بأيدينا إن زلنا وسامحنا إن أخطأنا إن كانت اليواد الكريم والرؤوف الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته